الماء هو عنصر حيوي عنصر هام للتنمية يعني ماذا عن وضعية ربط الأبار والأنقاب في هذا السياق كذلك؟ فيما يخص تزويد الولايات بالمياه الصالحة الشرب أنا نقول لولاياتي ميمون محظوظة محظوظة لأنها متواجدة في حوض مائي يعني من أكبر سلسل نطف فياتك مياه جوفية مياه جوفية تعتبر من أكبر على مستوى الوطن وبالتالي لدينا مشكلة بالتزويد الولايات بالمياه الصالحة الشرب يعني من مضرق فيما يخص التزويد الولايات بالمياه الصالحة الشرب أن الديوطات على مستوى الولايات تقار تفوق 600 لتر في بار أبيطن بار جوري بار أبيطن يعني 600 لتر بار جور بار أبيطن يعني يعتبر هذا العدد هذا تقريبا ثلاث مرات يعني المعايير الدولية ما تمد عليها منظمة صيحة العالمية التحليمات مع المresخصية للغضへوزهijke expansion المترجم إلى 100�م للبعض فين المعافلة وكذلك المترجم عن جدية المut manipulating فقط الاشقامgresة انتظار ايضا الوحوار امتدو انها احترام ايضا في البلديات في موال البلديات يحوالها ننتظار chargedوار ونحن انا الوحوار ونحن حزياني الانجاز في البرامج المحل انشاء الله و هذا ليس لما تشاؤل على القرابة وهناه لها تقوى تجربة وميزة التزويد في اكتفاء ربما النقطة الوحيدة تكون قطاعات كاربائية بطبيعة لقها راح تأثر على تزويد يعني معدنش مشكلة طاقة فيما يخص تزويد الساكينة بالمياس الحالي شر سيد الولي فيما يخص بعض التذبذوبات فيما يخص تأمين من حي التزويد بالطاقة في أولويات صوني غاز واستثمارات قامت بها مصالح صوني غاز بكل فروعها وشركاتها خاصة في تيميمون وذلك لضمان كذلك صائفها يعني بنوعية حاصلة للتزويد وكذلك متصل لتزويد بطاقة الكهرباء هي في هذا نحن نسميها يعني تحسين الخدمة وصوني غاز معروفها ببرنامج خاص البرنامج خاصة يسموه البصاش ايتي البصاش ايتي معروفة بالك في الدول العالم كامل في تحضير فيه في استهلاك يعني دائما الضروة تكون فيه في الصيف خاصة جوي وقوت معروفة هذه هي المرحلة نسي صحرون نسي خرجون كليماتيزور في برغاز فيه كليماتيزور في الجنوب حنا هنا كان صوني الغاز شكرا للمسؤولية تحضر دائما كان يستثمار سيلي فان بروف لصوني الغاز كما نسموه البصاش ايتي البصاش ايتي هدايا يترتب عنه انجاز نوفو بوست نعم نوفو بوست حنا في لالفين وواد وعشرين يعني كان عندنا تسعة نوفوست وفي الفين واثين وعشرين ثمانية انشاء الله اللي راي في في طور انجاز وفي المشروع عندنا اربعة آخرين انشاء الله هذا زيادة زيادة على المرنامج تكلمت عليه المتعلق بمناطق الضد لانا يعني يقولوها بكل صراحة المناطق اللي كان فيهم يعني دي شوتاك دي كوبو دي الالكتريسيتي هي لان المواطن رايقون بعمل اسكونابل تشعر ب sheet لانم مقاطق الضد يعني مقاطق الضد مقاطق الضد انجاز هذا يكون بحث ممات أولان حة أولان البحث المتيل كر كر هذا هذا هسه هسه انجاز من العم بمنامج تقريبات على المستعب على المستعب المستعب ما العم بسمع القسنور يجب ان المغترة التواصل من سنة المعادرين وهذا يؤثر على الكثير من الناس кто winsك في البنزة سوف يتسلون لما يتسلون على الهواتف ومن الناس الذين يتصابون على الجهاز يتسببون على الهواتف وهذا الهال لنهارا ينهار أعلى على كما تروح علىه وهذا حالة للإنجاز العمالية التوسيع والعمال التوسيع هذه متواجدة على مستوى التورا بكامل الولايات الحمد لله كل بلدية استفادت وهذه ستبقى عمل التوسيع هذه حاجة طبيعية ستبقى لماذا؟ لأننا كاين يعني لأننا كاين تعمير عملية تعمير لأنها مستمرة كل سنة كان المواطنين يبنون هناك زبائن جدد هناك بنايات جديدة لا نحبسوا الريبانيزاتي هذا طلب شرعي مع المواطن الاب عنده الولايات 3-4 درم ولمدينة إذا كانت حيا في حياوية فيها بنايات فيها زبائن جدد هذا المشكلة هذا المشكلة هذا المشكلة هذا الظاهرة نحن نعجب فيها كل فى نسيب لي نقاط ضعف فى نتحرك لن ينبذر لأنه يستثمار من طرف صنر القاز وفي بعد الحياة مزاية تعدولة لإنجاز لحياة من المواطنين وعلى حياة وهي عدة الصالح المواطنة هذا يدخل لأنها تحسين الإنجاز ولمدينة التقالي نقوم بإنجاز مشاريع جديدة عن ذكريك ظاهرات الكر أو تنازل الريتروسيسيون في ظاهرات تعدي على شبكة سيادة الوالي لتأثر ليس فقط على شبكات الكهرباء والغاز لصونيغاز وحتى على إصلاح الأعوان تبعنا لإصلاح العطاب وحتى على قيم الاستثمارات البارح فقط كنا في اجتماع المشعب الولائي وكان أعضاك من المجلس اللي طرحوا المشكلة هذا هو خطوط لتمر فوق المنازل وفوق البساتين وانا كنت جاوبتهم وسيد الموديت على صونيغاز كان حاضر ثانية أعطينا لهم التواضيحات هي في الحقيقة منهش صونيغاز اللي جات وبنات ودات لمرت الأخو الريزو فوق المنازل وفوق البساتين لا هي كان الريزو كان مخدم والمواطن هم اللي جاءوا ومتعوا الريزو لأصونيغاز هم اللي جاءوا بنو تحت الريزو وقدروا مستثمارة فلاحية جديدة خاصة النخلاء النخلاء اللي بك معروفة هنا في الجزائي في الجنوب الناس كامل يعتمدوا على زراعة النخيل والنخيل عنده يونوتور كبيرة بطبيعة الحال راح يكون فيها تدخل مع شبكة الكهرباء وهذا سكينوكوز يعني عن بروبلام كبير فيما يخص تزويد بالكهرباء ولينجم عنها انقطاعات خاصة في وقت الرياح في وقت فبري ومارس وعبري كان الرياح قوية بطبيعة الحال راح ينجر عليها يعني تدخل بين مع الشركة مع اللوريزو وتعلى صونيغاز ولينجم عنده بطبيعة الحال انقطاع الكهرباء وبالتالي عملية تحسيسية خاصة مع المنتخبين المحليين مع السادع رؤساء البلديات المنتخبين المحليين مجتمع جمعية المحلية نحن نحاول نقوم بعملية تحسيسية مع المواطن بها ما يبنيوش تحت خطوط عصونيغاز خاصة أننا مشكل فيما يحص سلامة الإنسان وصالح العام بطبيعة الحال وان شاء الله المواطن يستجيب منيذة وما يبنيوش تحت معروفها محددة من طرف القانون كان فيما يحص الريزو وإلكتريسيتي كان الريزو وغاز ماذا بينا المواطن يحترمها لأن في صالح هو لأمن وأمن عائل ومتلكت وكذلك وصالح ويكون أفضل من طرف السهل سيسهلنا لعمل تحصينا الغاز والإزاجون دينترونسيون تحصينا الغاز سيد الولي فيما يخص التغطية بالغاز على مستوى ولاية تيميم في الحقيقة فيما يخص الغاز التغطية يعني تعتبر إذا كان نقارنها بالكعرباء تعتبر منخفضة تعتبر منخفضة أنا في بالحيان نقول كين نوع من العزوف من المواطن وهذا ما لاحظنا شوفوا أنه في شبكة الغاز لكن المواطن لزبون لا يوجد لا يوجد يعني يطمب الغاز ومع ذلك لا يوجد هل فيها؟ هذا يوعله نعم نعم نحن درسنا هذا المشكل هذا لأن نحن تستيهل لك الغاز في الجنوب تقريبا أنه يكون في ديسمبر جومي هدنا شهرين 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 هذي الإنسطلاسيون في المنزل يفضل يقول كنانشي لابوتان تقريبا تقريبا في ديسمبر جومي وفي طول سنة لا يستيهل كثير من الغاز لأنه لا يستيهل تقريبا يطيب يطيب لا يستيهل الكبير يكون في ديسمبر جومي هذا ما يجعل المواطن لا يقبل لما يستيهل ويطلب الربط ويشبك هناك بعض المشاريع التي تم استيهلها لم يبالغ ضخمة 60-75 مليار سنتين الدولة الجزائنية بعد أن نرى سنة الغاز لا يوجد لا يوجد أمثلة يعني تقريبا 35-40 مليار ثم سنة الغاز في الغاز تقريبا 20-30 ألف دينار يعني سنة مواطن سنة مواطن سنة مواطن يعني لا يوجد لا يوجد هذه الظاهرة توجدها في الجنب رغم هذا نحن نتركها مؤخر نهار كانت زيارات السيد المديران لسنة الغاز كنا نطلق في مشروع تشاروين تشاروين كانت الأخرى من برمجة الحمد لله إن شاء الله هجارية وبقتنا بعض المناطق أخرى مثل طلب الكوكي الأخير من شاء الله نمشي في كل دوائر ورغم هذا أن الدولة الجزائرية متواجدة في كل المناطق سواء كان جنوب أو حتى شمال هذا لأن الجزائري مواطنة سنحتفلوا بذكرى الستين لإستغلال الجزائر ونرى المجهودات التي قامت بها سواء سلطات محلية أو مؤسسة سونيغاز في هذه المجالة جبارة يعني خطوات عملاقة سيادة الوالية كلمة آخرى في هذا المجال نحن كان لجنة ولائية على مستوى الولائية فيما يخص تحضير لذكرى الستين لإستغلال نعم بطبيعة الحال سنكون فيها برنامج الذي سيضم تقريبا من شهر كامل من بين المشاريع التي سوف يتم استلامها هي المشاريع متعلقة بالكعربة والغاز وهي كثيرة جدا نعم ونجوم كامل لمناطق الولاية لوضع هذه الخدمة هذه المشاريع هذه ونقول لك ربما تفوت 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 ان شاء الله رايح نستلموها إن شاء الله من نحط نهاية جوان وبيضاء جويلية وبيضاء بيض الحال يبتداء من خمسة جويلية إن شاء الله سوف أنا أقوم أسبوعيا بوضع حزن الخدمة هذه المشاريع هذه انتعى الكعربة والغاز وبيضاء بيضاء بيضاء الحال اللي راح يكون هذا صدق كبير بنسبة للمواطنة نعم كلمة آخيرة سيادة الولي أنا أشكر سونالغاز عمالة سونالغاز بصفة عامة والمسؤولين تاع الشركة كموقتك هي مؤسسة عريقة أقدم مؤسسة في الجزائر أقدم مؤسسة وأنا نتعملوا معا يوميا والحمد لله شي لاحظنا هنا كان استجابة استجابة من طرف سواء المسؤولين على مستوى العاصمة أو المستوى المحلية كل ما يكون عندنا إنشغال كان استجابة كان استجابة والحمد لله الرغم من نقص بعد تمويلات اللي هي نأكد عليها بلك تمويلات رح يجي في مرحلين رح يجي تكون فيها الرغم من نقص بعد تمويلات أن سونالغاز توصل تحتا تمويل المشاريع تمويل ذاتي أنه طفينا اسمه يعني سيتانو فو ساني فور ساني فور دورة سونالغاز هذا مجهود ونحن نثمن هذا المجهود هذا ونشكر المسؤولين تاع المؤسسة اللي يمزال المستمرين في هذه السياسية إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله هذا لفائدة المواطن ولفائدة لفائدة مؤسسة سونالغاز شكرا سيدة الولي إذن كنا مع سيد والي ولايتي تيميمون سيد يوسف باشلاوي نشكر سيدة الولي على سعة صدرك لكل أسئلتنا أنا أشكركم على زيارتي إن شاء الله ونتمنى أن نتلقى في في ذكرى ذكرى السيتين للاستقلال وراح نجوه وراح نشوفه يعني في الميدان نعم نشوفه في الميدان المشارع هذه اللي مشينا فيها في خطاقة يعني باش نشوفه مجهودات الدولة الجزيلية عامةً في كل الميدين وكل المناطق إذن نشكر سيدة الولي على حسن الاستضافة كذلك وكل يعني الطاقم المتواجد معك في ولاية تيميمون كنتم مع حلقة خاصة من تيميمون ولقاء وحديث مع السيد ولولاية تيميمون تقابلوا تحيات المخرج مخرج ومهندس الصوت محمد حانك وكذلك بالمساعدة السيد كعوان عبد الرحيم وكل طاقم مديرية التوزيع لتيميمون كنت معكم أنا في إخراج وإعداد أتي سوني غاس خديل هدنى سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة